أهلا بكم سجلت إرادات مشغلي الهواتف المتنقلة في المملكة نموا بنسبة 5% خلال العام الماضي لتصل إلى 673 مليون دينار مقارنة مع 641 مليون دينار في العام 2017 وبحسب هيئة تنظيم قطاع الاتصالات توزعت مصادر الإرادات المشغلين على مصادر الصوت التي شكلت نحو 35% من إجماد الإرادات وخدمات البيانات التي شكلت 42% وخدمات الربط البيني بنسبة 20% إضافة إلى خدمات بيع أجهزة الاتصالات والبيانات والتي شكلت 3% من مصادر الإرادات وأوضحت الهيئة أن خدمات البيانات سجلت نموا بنسبة 12% وخدمات الربط البيني نمت بنسبة 20% خلال العام 2018 مقارنة بما كانت عليه في العام الذي سبقه أهابت مؤسسة المواصفات والمقييس بالمواطنين وزوار المملكة ضرورة إبلاغهم فورا عن أي مخالفات أو شك بالتلاعب بعداد سيارات الأجرة لتتم متابعة الشكوى على الفور وضبط المخالفين وذلك عبر تزويد المؤسسة بالرقم المتسلسل لعداد الأجرة أو لوحة معلومات السائق أو رقم الجنب أو لوحة المركبة وكانت المؤسسة قامت بضبط حالات تلاعب من قبل سائقي سيارات أجرى وتوثيقها حيث تمت مصادرة العداد وكتابة تعاهد خطي بعدم تكرار المخالفة والالتزام بالتعليمات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات بحقهم مؤسسة المواصفات والمقييس قالت أن عملية التلاعب هذه لا تتم بالعداد بسبب وجود أختام ترصيص عائدة إلى المؤسسة لحماية العداد بل تتم من خلال القيام بتوصيل أسلاك إضافية لافتة إلى أنها تقوم بالفحص والتحقق من جميع عدادات التكسي في المملكة قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو سعود أنه تم ضبط وإزالة أكثر من واحد وخمسين ألف اعتداء على خطوط المياه الرئيسية في مختلف مناطق المملكة أبو سعود أكد على استمرار الحملات المكثفة لحماية المقدرات المائية وصونها من أي عبث من خلال حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه مشيرا إلى أنه تم ردم ألف ومائتين وعشرين بئرا منذ انطلاقة الحملة وحجز ثلاث وسبعين حفارة كانت تقوم بأعمال حفر مخالف في مناطق مختلفة أو مختلفة من المملكة وتمت إحالة أصحابها والعاملين عليها إلى القضاء وكشف أبو سعود أن سلطة المياه حصلت غرامات ومخالفات بدل أثمان المياه المترتبة على استخدام مياه الأبار المخالفة وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف دينار طالب مساهمون في شركة تراث منتجع البحيرة الحكومة بإنصافهم وإعادة قيمة استثماراتهم بالمنتجع بعد قرار بتصفية المشروع المساهمون اعتصموا أمام مقرر لجنة التصفية في منطقة أشميساني على خلفية ما أسموه بتعرضهم للإحتيال من قبل صاحب المشروع والذي كان قد باعهم منافع في المنتجع محددة بمدة استخدام سنوية مشيرين إلى أن لهم ملكيتها الدائمة ويحق لهم توريثها بحسب عقود رسمية مصادق عليها من وزارة السياحة والأثار العامة ووزارة الصناعة والتجارة هذا وبلغت قيمة المشروع حوالي خمسين مليون دينار فيما بلغ عدد المستثمرين فيه ثلاثة ألاف ومئتي تقريبا وهم من طالبوا الحكومة بصرف مستحقاتهم بعيدا عن الضرائب والأجور ومستحقات البنوك باعتبارهم المعنى الأول في القضية بحسب تعبيرهم إحنا دفعنا تحويشة عمرنا في هذا المنتجة على أساس إلك بالسنة أسبوع تنتفع فيه بوقت محدد ومقابله بتدفع بدل خدمات هلأ إحنا لشاري أسبوع لشاري أسبوعين لشاري عشرة فيه ناس شاري بمئات الأولوف اللي صار إنه انتصب علينا وصاحب المنتجة أخذ اللي أخده وطلع بر البلد تحت أعين وسمع الحكومة فلوس ما بتيجي بالسهل اللي روح يخدها على البارد المستريح هذا النصب اللي عملها قضية أمن دولة لازم ينجاب لأنه مش بس نصب علينا نصب حتى على الناس الخليجيين البكروا يستثمروا فيه صحاب إنا بيخبرهم إيش صار فينا بقول لهم إحنا صار فينا واحد اثنين ثلاث اللي مفكر يستثمر قرش في الأردن بوقف ويقول لك استوب اشترطت اللجنة القانونية النيابية في العراق برام اتفاق كامل بين بغداد وربيل لتمرير قانون الموازنة العامة للعام المقبل 2020 فيما أكدت أن حكومتي المركز وإقليم كردستان والعراق توصلتا إلى نتائج من خلال المباحثات الجارية حول الملف النفطي وكانت بغداد وربيل استأنفتا مفاوضاتهما بشأن النفط والموازنة المخصصة للإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي ويعاني من أزمة اقتصادية اذ تبلغ ديونه نحو 14 مليار دولار بحسب رئيس حكومة أقليم كردستان فيما يقدر خبراء حجم الديون بأكثر من ذلك يلتقي المفاوضون الصينيون والأمريكيون خلال الأسبوع الجاري في الصين لإجراء محادثات جديدة بشأن الحرب التجارية بينهما فيما لا يرجح محللون أن لا يحرز الطرفان تقدما في هذه المفاوضات وستعقد الاجتماعات المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء في شنقهاي وستكون الأولى وجها لوجه بين الطرفين منذ فشل المفاوضات في أيار الماضي عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها وقرر ترامب في حينها زيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على حزمة ضخمة من المنتجات الصينية تعمل روسيا على تطوير استراتيجية جديدة ترمي إلى مضاعفة حصة القطاع السياحي في اقتصادها ليبلغ 7% من إجمال الناتج الداخلي بحلول عام 2035 ومضاعفة إرادات الموازنة المرتبطة بهذا النشاط السياحي يأتي ذلك في وقت تحتل فيه روسيا المرتبة السادسة عشرة على قائمة وجهات منظمة السياحة العالمية فيما تسعى السلطات هناك إلى تنويع عروضها لجذب زوار وتسهيل الحصول على تأشيرات لتطوير قطاعها السياحي الذي يواجه صعوبات للوصول إلى الوجهات العشرة الأكثر شعبية في العالم ويذكر أن 25 مليون سائح دخلوا إلى روسيا عام 2018